اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتوصل المدري بفريق الرجاء الرياضي جوزاف زانباور بتوصيات كتهم تحضير المركات والصيف المقبل على هامش اقتراب من قيضاء الموسم الحالي ووفق المواردات وإدت منابر إعلامية فمسؤول الرجاء طلبهم المدري بالألماني تحديد اللاعبين الأجانب لإمكانهم استمرار مع الفريق وتابعت أن زانباور مقدم على استغناء على الأجانب لما يقدموا الإضافة المرجوة منهم من أجل إتاحات المكان التعاقدات الجديدة وخاصة متعلقة باللاعبين الأجانب بهدف تعزيز الصفوف والتأهو الموسم القادم وشارط الأنظام باور رحب القرار وكعمل حاليا على تحديد الأسماء اللي بإمكانها لإستمرار مع الفريق الموسم آخر مقابل إمكانية التسغناء على آخرين في المقابل باتلي زمن على مكتب فريق الرجاء الرياضي تسوية وضعه في بعض نزاعات العلاقة بعد ما بات الفريق محروم التعاقدات الصيفية إلى حين تسديد المسحقات اللاعبين السابقين في صفوفه ولا رأسهم حارس المرمى الجزائري غياء مرباح شباب المحمدية يتجاهل مراسلة الرجاء بخصوص نصيبه من كأس العرش ورفض فريق شباب المحمدية الرد على مراسلة الرجاء بخصوص طلب الأخير لحصول إلى نصيبه من داخل المباراة اللي جمعت بينهم برسم منافسة كأس العرش وطلب الرجاء من مسؤولي شباب المحمدية يطلعهم على المداخل ومصارف المباراة للحصول إلى جزء من الأرباح على اعتبار أن مداخل المباراة للقأس العرش يتم اقتسامة بين الفريق المستقبل والزائر ويفكر الرجاء في اللجوء للعصبة الاحترافية من أجل التدخل لضمان نصيب الفريق الأخضر من مداخل المواجهة من شباب المحمدية خاصة أن هذا الأخير جاء مرسلة إدارة الفريق الأخضر وكان خلاف من شباب المسؤولي الرجاء وشباب المحمدية بخصوص تذكر المواجهة تبادل خلاله مسؤولي الفريق الالتهامات مدفع المكتب موسي للنصيب الخضر ووضع الشيكية لدريجة الأمن الفتح تحقق في موضوع باقي تذكر جماهير الفريق الأخضر وامتلع المدرجات المخصصة لهم رغم مقاطعة جماهير المواجهة علم أن التذكر متوزعت على الجماهير بعد ما توصلوا به مسؤولي الرجاء محكمة تحكيمة الرياضية تحدد مواجهة الرجاء وأكسل مايه وحدات محكمة تحكيمة الرياضية غدى الخميس كمواجه للنظر في نزاع الرجاء الرياضي ضد القابوني أكسل مايه وقدات لجنة نزاعات بالفيفا بإلزام الرجاء تزديد 400 مليون سنتيم للقابوني أكسل مايه هذا وكش مصدر مسؤول أنه فريق الرجاء الرياضي يتوفر على نسخة ملتفاق لتوصله مع القابوني أكسل والقاضي بحصوله على 80 مليون سنتيم مقابل فسخ عقده بالتراضي وقدات المصدر أنه عدم تزام الرجاء بمواجهة استداد بدفاع القابوني أكسل مايه للجوء للفيفا للحصول للمسحقة المالية كاملة وبالتالي اعتبار الاتفاق لاغي معلم أن اللجنة الإيتيبية قضات بمنع فريق الرجاء الرياضي من انتدابات في مركات الصيف القادم إلى حين تزديد مستحقة الجزائرية غير مرباح والبالغة قيمتها 45 مليون سنتيم كما أن الفريق يفوضى ضد من اللاعبي السابقين لتفادي عقوبة الجامعة الملكية على غير المروع الهدوذي حميد أحداد محمود بن حليب إلياس أحداد عمار لارجون ولعبين آخرين اجتماع بخصوص توقع الرجاء للعب أنور تامون وفي تفاصيل الخبار عقدات لجنة الأخلاقية التابعة للجامعة الملكية اجتماع بحضور bian sword collar محمودRA اللاعب على الجيش الملكي والرقاء الرياضي من أجل الله في الش psi لطيف والله والغذية مع اللاعب على وجه الآخر алист قيمة إلى نهاية المزل و اجاعة من أفضل التالة يربطون الجيش الملكي بينما في الجهة المقابلة يأكد الفريق الرباطي وجود عقد احترافي يربطون الضائر لأيصار الشعب وتهد فريق الرجاء بصرف قيمة تكوين أنور تامون لكن في المقابل يرفض تقديم أي مبلغ آخر لجيش الملكي كون أن اللاعب تامون غير مرتبط بعقد احترافي مع الفريق يوم الراجعة بطولة جديدة تجمع جميع فرق الدوري الاحترافي وفي التفاصيل كالدرس العصبة الاحترافية مشروع جديد تتعلق بمسابقة وطنية جديدة تجمع جميع فرق الدوري الاحترافي وكشفة بتسلام باللقشور رئيس العصبة الاحترافية أنه يتم حاليا دراسة مشروع تتعلق بتنظيم مسابقة جديدة تجمع فرق قسمي الدوري الاحترافي الاول والثاني وغيت نفسه 32 فريق فيما بينه في المسابقة المذكورة بحيث يتم دراسة توقيت اللي ستجرى فيه المباريات وكذلك طريقة إجراءها وكتجها العصبة في حال تم إقرار المسابقة رسميا للاستغل الفترات توقف الدولي فيفا من أجل إجراء مباريات الدوري المذكور وكهدفات الإجراء لضمان السمراء التنفسيات الفرق المغربية خاصة أن العديد منها ومن بينها الرجاء الرياضي الشاكات من كثرة التوقفات التي تؤثر على مردود اللاعبين إذ كيكونوا مسأنسين بنصقتها السعودي في التنفسية حتى يأتي توقف يرجع من الغراء كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جوغنال فيب في أمان الله ونطلقه في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى